اجتمعت أربع نقابات مستقلة تابعة للقطاع التربوي بولاية غنيزان للتنسيق فيما بينها لإصلاح ما يمكن إصلاحه بقطاع أنهكه سوء التسير والفساد الإداري جراء توطئ مسؤولين تعاقبوا على القطاع تسبب في فضائح وتراكمات إن عكست سلبا على أداء القطاع بعد نقاش جاد ومسؤول خرجنا ببين المشترك يتمثل يعني يتضمن عدة نقاط طبعا نقطة النقاط الأساسية أهمها يعني تطبيق التعليم الوزرياء والمرسوم التنفيذي الرقم 159-13-159 الذي يحدد يعني كيفية انسناد المهام على مستوى المناصب العليا على مستوى المديرية ونددت النقابات بما يحدث بالقطاع بالولاية خصوصا بمصلحتين الامتحانات والموظفين والتي أضحت النقطة السوداء بمديرية التربية في الحقيقة هذا التنسيق هو ليس موجه أو تحالف ضد طرف ما هو تحالف ضد سوء التسيير وضد الفساد وضد الواقع المزري الذي يعيشه الذي يعيشه قطاع التربية وكذلك فيما يخص يعني النقاط الأخرى يعني تهميش النقابات الشركة الاجتماعيين من طرف الجهة الوسائية التي هي مديرية التربية حيث كانت لقاءات شهرية لحل المشاكل على الموظفين على مختلف المؤسسات التربوية فتح تحقيقات في فضائح مصلحة الامتحانات والمسابقات أهم مطلب للنقابات خصوصا ما تعلق بتغييب اللجنة المتساوية الأعضاء لكشف التلعبات في إعلان النتائج غيبت اللجنة المتساوية الأعضاء تماما عن المداولات وعن المشاركة في جميع مراحل دراسة الملفات حتى فجئنا بخروج النتائج والقائمة التي صادقت عليها الوظيفة الأمومية دون علم اللجنة المتساوية الأعضاء طبعا هذا الشيء خطير حاولنا أن ننتصل بالجهات المعنية ولازمنا ننتظر إفاد لجنة التحقيق للنظر في القضية ويبقى قطاع التربية لولاية غليزان يعيش على وقع الفضائح وسوء التسيير عجلت بتحرك النقابات والتي أشارت سيف الحجاج في وجه المديرية فهل سيغير ذلك واقع القطاع